وأن تتمر على حي المطمر الشعبي بمدينة مغنية بولاية تلمسانة يصادفك هذا المنزل المتواضع هو البيت العائلي لأول رئيس للجزائر المستقلة الراحل أحمد بن بلا كل شيء هنا لا يزال كما تركه الزعيم مكتبته الخاصة آلاف من الكتب النادرة وصور أرخت لتاريخ ونضار الرجل وحتى ملابسه لا زالت تحتفظ بها خزانته المتواضعة استحمد على كل حال كان إنسان بسيط معروف بالبساطة نتاعه فركم دخلته للمنزل نتاعه والشونبر نتاعه منزل متواضع منزل متواضع ما كانش يحب الفخفقة ويحب يحب الإنسان كان إنسان بسيط أخذ العبرة من نضال وشجاعة الرئيس الراحل هو ما سعى إليه أبناء مدينة مغنية من خلال احتفالهم بالذكرى الثانية بعد المئة لميلاد الزعيم أحمد بنبلة نحن على كل حال هذه الانتفاتة اللي رانا كل سنة نقوم بها باش ما ننسيوش فيقولك فإن الذكرى تنفع نذكر الناس لأنه يقولك فإن الذكرى تنفع المؤمنين هذا رئيس زعيم اللي أعطى حياته وفدى حياته لهذا الوطن وهذا الشعب نحن ما ندره فيه إلا القليل مناسبة كانت كذلك لإيصال رسالة للأجيال القادمة حول تضحيات هؤلاء الرجال حول مسيرتهم حول مناقبهم حول المستوى العالي من التضحيات من النظر الثاقبة لمستقبل زاهر لهذا الوطن هي كنوز وإرث تاريخية تبقى بحاجة لنفض الغبار عنها حتى تستفيد منها الأجيال